محمد الرخيص ازربيجان تنتصر وتحرر ارضها المحتلة من 30 سنة حيث وافقت ارمينيا على الانسحاب ووقف اطلاق النار جادر بالذكر ان الرئيس اردوغان اعلن قبل ايام ان موعد النص اختربوس النص الاولان يا ابراهيم ازربيجان تنتصر وتحرر ارضها المحتلة من 30 سنة حيث وافقت ارمينيا على الانسحاب ووقف اطلاق النار ممكن اوفق عليه ممكن اوفق عليه ماشي الحال لكن خش في جزء تاني جادر بالذكر أن الرئيس أردوغان أعلن قبل أيام أن موعد النصر اقترب وأن تركيا سندت أزربيجين علانية سياسيا وعسكرين لإستعارة أرضها وبالفعل عاد الأذان إلى المساجد التي حولت إلى حضائر يا جماعة الناس دي يا جماعة يعني بص لازم أتاجر لازم أتاجر لجم شاعر الناس لازم أحاول الرأي العام إلى أنه ده فكرة حرب ضد الدين ودول منتصرين للدين وأردوغان هو الوحيد أي حاجة في الدين هو اللي بينتصر للدين هو اللي بينتصر للدين والله والله محمد الصغير ولا عمر عبدالهادي ولا وليد شرابي ولا معرفش مين اللي يتكلم تاني معاهم والله لا تحسبوننا على هذه الإغواءات والله أنتوا فعلا ناس مغيبة بالفعل أنت عايز تعمل من واحد تصنع منه خليفة بأي شكل بأي شكل وأنا بقول في تركيا يا أخي تب إنت لو أنت بكلم بقولك إيه عاد الأذان إلى المساجن التي تحولت إلى عزار طب يا عم الصغير ولا رخيص أنا بسأل بسأل تم تروح يا عم محمد الصغير أنت وأردوغان والمجموعة اللي عندكم أنتوا كلكم كل واحد فيك أنا مشروع شهيد يا عم أنا هسدقك هاتطر أسدقك روح حرار القدس قال لك الجمل طلع النخل بجد قال له والله قال طيب قد الجمل يا عمواد النخل خليه يطلع قدامه أنتوا بتقول أنتوا مسلمين ومشروع شهيد وإنتوا ناس الدنيا في فردة مداسي زي ما بيقول المطرب التونسي العظيم أنا موافق أنا موافق يلا اتحركوا على القدس حراروه تاهت والإناها الإخوان المسلمين عايزين يعملوا برهان أنهما مسلمين بجد اطلعوا يا عم أنتوا وخليفة المسلمين حرارونا القدس وإحنا هراكم حيلوة دي ولا مفاجئة يلا لكن أنت قاعد في اسطنبول بتتسكع وتتنطع وتشتم في مصر وعايز تحرر القدس بس الأول نوقع دمشق وبعدين نوقع القاهرة ونوقع تونس ونوقع بغداد ونوقع دمشق دنيا يوقعوا الأول وبعدين نخش على القدس يا سيدي أنت لو أنت صادق أنت وخليفتك أنت وأميرك أنت ومرشدك اطلعوا كده بربكة المعلم وعندوك فلوس قطر وحررون القدس اطلعوا يا عم بش أنتوا بتقولوا إحنا عملاء الأمريكان يا عم ماشي خلاص أنا عميل أمريكان بش أنتوا بتقولوا إحنا أصدقاء إسرائيل وإحنا ضد القدس بش أنتوا بتقولوا هذا الكلام يا عم خلاص ماشي أنت صدق أنت روح بقى يلا مليك شلقوا بقى روح سيبني ابني بلدي أنا يا سيدي حاربت أربع حروب عشان فلسطين وشغل عشان فلسطين طول عمري من أول ما ولدت القضية حتى الآن وكل الدماء والشهداء في سينة عشان فلسطين تركيا لم تطلق رصاصة واحدة من أجل القدس وإنتوا بتسبعوا عندهم خلاص هي بينها قدامنا أنا كل كلام اللي بقولوا يعني تنجرنوا كرباخ في أرمينيا وأزربيجان وطلعوا أردوغان هو السمب في الهيسة في يا سلام العظم ما شفت خالد بن أليد هذا الزمان أبو بكر صديق هذا الزمان مش ممكن هذا الهطل الإخواني الهبل الإخواني الولى الإخواني الولع الإخواني بأردوغان إنه هو تفلت من عصر الصحابة والتابعين وده ربنا بعته ده سادس الخلفاء الرشدين ولا سابع الخلفاء الرشدين الله يخلق بيوتكم طيب هو لو صدق يتحرك يا له طيب هو لو صدق يا محمد يا رخيص أنت وبكر الناس اللي عندك اللي موجودين في تركيا وفي قطر وفي غيره طيب ما يمنع عنده الضعار إيه رأيك في فكرة دي بسيطة دي في خليفة للمسلمين يا راجل يستفيد اقتصاده بربعة مليار دولار سنويا من حصيلة الضعارة الضعارة هناك في تركيا رسمي رسمي ده رسمي يا جماعة ده رسمي في تركيا اتنين لهو خليفة المسلمين وعايز تطبق شرع الله زي ما بنتوا بتقولوا مصر تطبق شرع الله وليبي تطبق شرع الله والغريان يتكلم والقراء يتكلم يا عم طيب انتوا قاعدين في تركيا عاصمة الخلافة أنا موافقة كاس ايدي يلا امنع المثلية الجنسية يطلع اردوغان كده زي دكر يقول انا همنع المثلية الجنسية يطلع يقول انا هقفل بيوت الضعار يطلع يقول انا همنع الخمور من المشاعتين انا همنع الحنات انا همنع انا همنع انا همنع مش ده الاسلام انتوا عايزين تطبقوه انتوا قاعدين هناك عايزين تتكلموا علينا وتقولوا انتوا ضد ضد الدين ده احنا المساجد اللي في مصر اللي بتنطق وتنطلق بكل يوم الله اكبر لن تتوقف لحظة ولن تتوقف لحظة عندي عدد مساجد في مصر بس قد تركيا جميلة مرة وانتوا بتكلموا ويقول لك هاد من المساجد انا بهد زاوية عشان اعمل مسجد وفي الاخر هؤلاء يتاجرون وكل تجارتهم بالدين والله 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 يوم الايامة لكل ناس دي تتفضح فضحتكم وفي الاخرة تبقى اكبر من فضحتكم في الدنيا التشتت اللي انتوا فيه دلوقتي ده بس جزء من عقاب الدنيا ليكم